قبل الفاصل كنت عاز أسأل عمر يعني ويفكر براحته وبتاعه هو الهالي قاطعة من غير ما كمل السؤال مدرب أجنبي ليه عمر؟ أولاً أنت محتاج تحدد أنت عايز إيه من المرحلة دي قبل ما تختار المدير الفني بتاعك هل عايز تجيب مدير فني يعمل لك مشروع؟ ولا عايز مدير فني يكمل موسم؟ إيه احتياجاتك؟ التشكيلة بتاعتك المدرب بيشتغل بطريقة مناسبة لها؟ ولا هيشتغل بطريقة جديدة هتحتاج عناصر جديدة دي كلها أفكار بيحصلها طوارد كده وانت بتفكر وبتحسن المدير الفني عشان كده قدرت الزمالك وتحديداً قدرته الكرة بتعمل اجتماعات دلوقتي زوم كونفرنس كده مع المدربين بتكلم معهم في الخطط في اللعيبة في الاسكوات الموجود في شغلهم في حاجات كتير هل حصل استقرار على أسماء معاني مدارس؟ لا لسه فده اللي بيحصل فانت محتاج مدير فني للمرحلة دي كابتن أسامة هيبقى موجود بشكل مؤقت ويبقى موجود مع المدير الفني الجديد ويسلمه الفريق وعناصر الفريق ويشتغل معه ويكمل معه ولكن انت محتاج مدير فني أجنبي يجي يشتغلك كمشروع مش مجرد جاي موسم فده محتاج مدير فني أجنبي يجي ينقل لك خبراته ويطور لك من لعابتك يشتغل معك بفكر جديد سواء في التدريب في مباريات في غرفة الملابس محتاج حد عنده من الدوافع ومن الخبرات اللي تنقل لك الفريق مش مجرد حد يمشي الفريق لموسم محتاج حد يمشي الفريق